فأنت متخيلين بطولة يشارك فيها أبطال الدول وتؤهل لأبطال البطولة القرات لأبطال القرات على مستوى العالم فقليل من المنطق شوية الحقيقة بطولة الدور بطولة مهمة جدا بطولة قوية بنأمل لها مزيد من التطوير ومزيد من الارتقاء ومزيد من التقدم لكن غير معقول أبدا أنه أضعف بطولة هي تلك التي يفوز بها الأهلي باستمرار يعني منطق غريب دي بطولة قرات ده دورة أبطال أفريقيا يعني السؤال دواني عندنا 16 فريق أفريقي سيبيلال والزمالك لو وزعنا 16 فريق بتوع الدورة المصري حيفوجوا بالدوريات الأفريقية كلها ما هو لو دورة بتاعنا أقوى يبقى هم ده ناس بتقرر لك بالمراكز دورة أبطال أفريقيا البطولة الأهم البطولة الأقل أسألك سؤال يعني إذا كان من هو أقوى من التراجي في الدورة المصري بخلاف الأهلي والزمالك مش حدخله في المقارن ما هو أقوى من الوداد والرجاء فترة لتكو ما هو كان مع نادي مصري مع الزمالك ليه ليه مزمبي مين أقوى من مزمبي أنا بقولك إذا كان دورة الأبطال ضعيف تم ملكون فدرالية البطولة التانية بالمنطق الفني أو ده مثلا يخرج منها مزق المصري ويخرج منها بيرامد والاتنين مصنفين من فرع المقدمة في الدورة المصري يا جماعة والله إحنا مقدرين أنه فوز الأهل الكبير أذهب العقل حز كانت ناس لدرجة أنه يتعلق والله أنا سمعتها أنتو بتقولوا الأهل بيضغط على ريال مدريد والأهل أحسن نادي في العالم أنتو كده بتعملوا احتقاط طبعا طبعا بعمل احتقان يا أستاذ أوراين أنا كده بعمل احتقاط بيني وبين ريال مدريد احتقاننا عند جماهير ريال مدريد طبعا أنا ما أقولهم أنا وراك و أنا زيوك و أنا وجماهيري أكتر من جماهيرك و كمان واخد بالك انا باعمل احتخان بيني براي المدريد انت ليه ليه مندهش ما هي يا جماعة اي نادي من حقه يتغنب ابطاله يمجد لعبته ويحتفل ببطولاته وارجوكو مفيش داعي لحد يتناول لا بطولات حد ولا انتصارات حد ولا فرع حد لكن احنا بنتكلم على يجي تقالك ايه هو انتوا زي بتقولوا ان الاهل يعني في الترتيب العالمي هو الاهل يعني بيشارك في الدور الانجليزي ولا الازباني ده منطق برضه عجيب جدا منطق يدحك لانه التصنيف يا حضرات يا سيدي التصنيف ده وانت لما بتقول منتخب مصر تصنيفه الكذا على مستوى العالم ومنتخب مصر كان راح لعب لما وصل مع ايامك انه تسع العالم هل هو كسب كل اللي تحت منه يعني التصنيف ان انت بتاخد نقط فحسب المعيار اللي جاء المسؤول على النقط هي رغم من المعيار الاكثر صدقا وتطبيقا على مستوى العالم اللي هو ثاري لغاية دلوقت اللي هو بيستفيد منه برده فهي يعني خلو كل واحد يحتفظ لنفسه والفرقاته والنديه بقى اسباب تفوقه وفرحاته انا بس عاجة وعلى كلامك امتى حننشغل بانفسنا ما هو انا في طرحي المستمر ان كل منافس بتاعي ما ياخد بطولة اقل منها مش دارياني انا بقل من نفسي انت مش عارف تاخدها مش عارف ااخدها وحتى البطولة اللي بفتخر بيها اللي هي دوري بيسموني الوصيف دلوقتي قويس كده ما تشوف يا عم ايه الحكاية شوف انا فين فبرضو حتى فانت ما تعملش معيار لكن تفرح ببطولاتك مؤكد تفرح ان ما تكسبني لازم طبيعة الامور يا أستاذ إبراهيم وكل مشجع الشافي النادي اعظم نادي وحقه ما هنا كان ممكن نبقى مشجع نادي تاني لكن انا حطيت معايير لنفسي كده لقيتني بشاجع عليها والحمد لله فانا المسألة بالنسبة لي انك لا اصادر عليك بس انت لفش دعوة بيا مالفش دعوة بيا غير لما لعبك وفي الملعب انا وانت وريني نفسك صحيح انما كل بقى ما اصلك ما هدي عاملة تاني زي الموظف اللي بيترقى عشان عمال بياخد ماجستير ودكتوراه ويطور نفسه ومش عارف بيعمل دراسها في ايه ويحضر مؤتمر ايه وزميله اللي قاعد كل يوم روح البيت يقول للمراته وعياله انا ما ترقيتش علشان زميلي ده قريب المدير ومراته تعرف مراته ويريح دماغه الحقيقة لأ الحقيقة لازم تكون انت في المنافسة وتاخد بالاسباب يعني انت ويس انك خلاص وده زكاء انك انت لما لما تيجي تبصت لها نفسك خارجة من افريقيا تركز بطريقة جمدة جدا وقوية جدا انه تصرف تعودية وياخد بطولات في الفوليو وكورة الياد زكاء وحقك واكد حق الرياضي وحق انساني حتى